موسيقى أبسط ضروريات الحياة من مواد غذائية أو سكر مفقودة أو حليب أو زيت أو من العرش نواء اللي هي حاجات بديهية حاجات لازم توفرها الدولة يعني ما فهماش ما تستحقش مطالبة يعني يجب أنها تكون موجودة وبالكمية المطلوبة وبأسوام خاصة معقولة لأنه اليوم في تونس بصراحة وصلنا للوضع سيء جدا يعني المعيشة يعني كتشوف معناها اليوم إنسان شهار معناها مسكين يكلت يكلت وفي الأخر معناها مش قادر باش يعيش ولاده في الحد الأدنى في الحد الأدنى يعني أمور صعبة جدا يعني الحكومات متتالية لم يتغير شيئا شيئا لم يتغير كلهم كل الأحزاب وكل الحكومات تبحث عن مصالحها عن تموقعها فقط يعني لم يستفد هذا الشعب المسكين الذي ناضل من أجل هذه الثورة لم يستفد شيئا حتى يومنا هذا فقط يتحدثون عن الحريات الحريات طيب شيء جميل أن تكون حرا في بلدك ولكن أن تكون حرا ونوعا ما جائعا أو تنقصك الضروريات فهذا يعني لا يمكن لا يمكن أن يحصل والأصل فيه أن توفر الدولة كل مستلزمات الحياة المواطنين حتى يعيشون حتى حياة أقل من الكريمة بقليل نحن راضون بذلك في انتظار أن تتوضح الأمور وأن تستقر هذه البلاد التي لم تعرف حتى اليوم لا استقرار سياسي ولا استقرار اقتصادي ولا اجتماعي ولا أي شيء الأسوأ ثم الأسوأ ثم الأسوأ في ذلك أنه هذا حق مكتسب نور ملمون نعم هذا حق مكتسب يعني إذا أنت تعيش في بلد من أجل الأكل فقط وفي وضعية يكون فيها متوفر فأنت نوعا ما كأنك عبدا سمحني في الكلمة يعني الأصل فيه يعني هذه بديهيات هذه أشياء لا بد أن تتوفر حق التعليم حق الصحة حق العيش الكريم العيش الكريم يا رسول الله اليوم تذهب إلى السوق إلى المرشي يعني تعود إلى البيت يعني حاش من روحك يعني لا تجد شيئا الأموال التي معك لا تفي بالحاجة شهرية التونسي لا يمكن أن يعيش بها في تونس حتى في مستوى دونوا